أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نديب ميقاتي أن عدد النازحين قد يصل إلى مليون شخص من الجنوب والبقاع والضحية الجنوبية مؤكدا أن النزوح الحالي قد يكون الأكبر في تاريخ لبنان وفي تصريحات له عقب اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية طالب ميقاتي بوقت إطلاق نار على كل الجبهات ليحل الأمن والاستقرار في المنطقة نحن دائما نقول وقف إطلاق النار على كل الجبهات يجب أن توقف وقف إطلاق النار خلص يعني حتى بغزة اليوم من أول يوم كنا نقول إذا وقف إطلاق النار من سبعة من تشهر نحن عمل نادي وقف إطلاق النار بغزة يوقف إطلاق النار بالبنان تلقائيا يعود السكان إلى شمال إسرائيل وتعود أول كما هي ونحن نأخذ وقت لحتى نقدر نطبق صوتها صفر واحد كامل هذا ندائنا أن نصير في وقف إطلاق النار على كل الجبهات لحتى حقيقة يحلس الأمن والاستقرار